السلام عليكم طلاب اشلونكم اشخباركم ان شاء الله الكل بخير خبرها من وزارة التربية للطلاب طبعا رسميا وزارة التربية توجه باطلاق نتائج الطلبة المشمولين بالاعفاء العام للعام الدراسي الحالي 2023-2024 للصفوف غير المنتهية مثل ما تلاحظون بالكتاب الرسمي اللي موضح امامكم طبعا يعني التربية وجهت كل المدارس بانه يطلقون كافة النتائج الخاصة بالاعفاء العام للطلاب خلال الاسبوع الحالي طبعا المقصود بالاعفاء العام يشمل طبعا الصفوف الغير المنتهية والاعفاء العام هو انه يكون الطالب يعني بالفصل الاول درجاته من الفصل الاول والنصف السنة والفصل الثاني كلهن ينجمعا ويتقسما على عدد المواد اذا طلع المعدل 75 فما فوق راح يكون معفي بجميع المواد وبالشرط بانه ما عنده يعني ما عنده مادة ماخذ بيها اقل من 75 يعني لازم اقل مادة عنده ماخذ بيها 75 يعني اذا اقل من 75 ما يشمل الاعفاء العام ويكون معدل النهائي 85 فما فوق راح يكون مشمول بالاعفاء العام وهذا الكتاب اللي يصدر اليوم من التربية هذا كل ما بالخبر والتوضيح نتمنى التوفيق والنجاح للجميع